رحلة يمني جل القرات على ظهر إبله وتسلق كلمنجار وخض رحلات إلى الهند والإمارات وآخر إنجازاته رحلة أو رحلة إلى إفريقيا قطع فيها تسعة ألاف كيلومتر خلال ثمانية أشهر واجهته صعوبات خلال مشاويره بعدم وجود الدعم الكافي قبل أن يحصل عليه من قبل مركز حمدان بن محمد ليحيى الترار للحديث معه ينضم إلينا في السوديو الرحلة اليمني أحمد القاصمي صباح الخير أحمد صباح خير صباحكم الله بالله الجمال كنا بنجيبها للحديقة لكن طبعا نجمع بين الحدث والماضي يعني أحمد بما أنه إحنا في عصر السرعة يعني ده فضول بصراحة أول سؤال أنا حابة أسأله لك قبل ندخل في التفاصيل رحض فين ولفيت خلينا يعني نعرف سبب إصرارك على استخدام أقدم وسيلة وهي الجمل أنه إحنا وصلنا الأمر ووصلنا المريخ وطلعنا الفضاء ليه أنتم مصمم؟ والله الجمل أنا أخذ وسيلة الجمل لأكون مميز أنتم تعرفوا أنه الآن إحنا في الرحالات بالسيارات والطائرات والبراشوتات والوسائل مختلفة فأنا حبيت الوسيلة القديمة استخدمها الأباء والأجداد هي وسيلة مواصلة قديمة اللي أحب أن أعيش بحياة بطيئة أسافر أفكر أتكلم مع نفسي أعيش مع الطبيعة مع البيئة القديمة وأيضا الجمل يحمل الماء والمرعى والمأكل ويحميك من الوحوش والجمل أيضا صبور على نتعلم منه الصبر كيف نتعامل مع الأمور والمفاجآت بهدوء وبأعصاب أحمد قلت لي قبل قليل بأنه رحلة الموت اللي قلتها في صباح العربية اللي هي إلى أفريقيا أصبحت رحلة حياة بعد أن انتهيت لكن أنا نفت نظري أن تقول أن الجمل عنده حسسات وكان هو مستشارك الحمد لله كيف فهمني يعني فلا ينظرون إلى الإبلي كيف أخلقت آية قرآنية معجزة عن هذا الحيوان طبعا هو يستشعر بوقوع العاصير يستشعر بالخطر القادم ينبهك من أي شيء ممكن أن تقع فيه فطبعا بعد ما تحصل الحاجة ففعلا أنه هذا عنده يعني حسساتسة يستشعرها استشعاري ينظر إلى ما لا تنظره أنت ينظر ما تحت الأرض وما خلف الجدار في لغة تواصمة بينك يعني زي بتقدر تفهمهم طبعا أتخلم أنا أجيد اللغة الجمال أغمز له يغمز لي أداعب أي داعبني يعني يشعر بالبصمة حكي أنه أنا صاحبها طبعا أخلمها كأني أخلم حالي هو يفهم هو عنده استشعار يفهم أنت طيب أنت مش طيب أنت شرس أم أنت الشرس أنت قاعد تقولي أنه كان في مرحلة خطرة وأنت استشارتها وقال لك نكمل طبعا لأنه الليل قادم فيجريك الريح من أجل أن لا يجي الليل أحكي لي هذه القصة طبعا لأني تجي لك الصعوبات أحيانا تصل إلى الموت فتذهب إلى أسفل الشجرة وترتاح عصبيا حتى تفكر أنك كيف تخرج من المشكلة التي أنت فيها سواء كانت المشكلة قضع طرق أو مثلا مشكلة الطريق أنت ضأت فيها تهت في الطريق مثلا ماذا تصنع؟ ترجع إلى نقطة الصفر البداية أم أنك تختصر أماكن مجهولة ربما ما تعرفي ولا في دليل طبعا أكيد أنا لأربعين 25 سنة في الترحال تعلمت من الجبال صبرها وهدوءها تعلمت من وعورة الأرض ودروبها في الصحاري في الغابات صارت عندي تجربة خبرة يعني كيف أتعامل مع الناس الشرانيين وأقرأ عيونهم تعامل مع الجمل أكثر رغم أنه لا أحمل لغة أنا لسان بدوية أنا شراني ولا طريق أنت مذيع يقولون أن المظاهر خدع أكيد أحيانا المظاهر تقرر الإنسان وتوقعك في أشياء ولكن الإنسان عنده فراسة الإنسان عنده يفهم هذا الإنسان طيب قلبه أبيض قلبه مش أعرف لأنه من خلال العيون من خلال الزوايا من خلال الحركات يعني هذا أنت تفهم هذا شيء دراسة يعني فالحمد لله يعني أنا حققت يعني أربعين ألف كيلو متر طيب حكي لنا أكثر أصعب المواقف اللي أنت عدد بيها يعني أنت بتقول بقى لك 25 سنة أو 23 سنة نعم نعم في رحلة الترحال من مكان إلى آخر زرت في أي بلدان؟ أنا زرت 50 بلد في أسيا وأفريقيا كانت 5 رحلات رحلة ماشية على الأقدم من صنعة إلى مصقط في عام 92 وكانت رحلتها الأولى في عام 94 من اليمن إلى المغرب ورحلتي الثانية بلاد الشم بلاد الجزيرة العربية ورحلتي الرابعة التي هي الثالثة في الجمال كانت إلى ماليزيا إلى إندونسيا كنت رايحة على أستراليا ولكن للأسف لم أكمل الرحلة رحلتي الأخيرة وهي 2013 أيضاً لي الآن طموح لي كذا طبعاً أكيد صعوبات واجهة صعوبات كثيرة في اليوم كان يمر عليها أكثر من موقف أصعب موقف تذكر؟ والله أحياناً الليل الهوام مثلاً الثعابين الوحوش المفترسة أقوطاعة الطرق كم أقول لكم كم وقعتنا في فخ ولكن أحياناً أمتسك من مجموعة من الله يريد فما مش عارف أنا كيف أتخلص منهم استشعار برضو أتعلم من الجمل الاستشعار على كل الجمل هو وسيلة طيبة وسيلة استضعت من خلال هذا الجمل أننا أظهر أحمد القاسمي الرحالة اليمني أنا أمثل العرب وين وجهتك القادمة يا أحمد؟ والله هي وجهتي رحلة موت أيضاً؟ لا هي رحلة مفاجئة إن شاء الله ما نبي تفاصيل أنا أدري أنت قعد تتحفظ عليها حتى لا تفشل بس شنو ملامحها؟ ملامحها كذا يعني على نهاية الكرة الأرضية شرق الكرة الأرضية شكلك بتروح القطب؟ قريب من القطب قريب من القطب طبعاً تعلمتنا أنا إنسان بسيط كلنا بسطة إن شاء الله ما هو أنا جمهور أطفال يلقبوني بصديقة الأطفال يلقبوني مثلاً بحامل الرسالة الإنسانية ما راح تقوليني مرة يا هو عندي ثلاثة مشاهد هلين نحصل يلا قولي لا إلى عام الفين وثمانة عال والله صديقي يقولي أحمد لا تتكلم لا لا خليه يقول أنا أتكلمت قبل يلا طالبينك نقول إن شاء الله خير أنا عندي ثلاث رحلات الرحلة وسط آسيا ورحلة في إستراليا قطع الكرة من شمالها إلى جنوبها لكن ما بيقول لكم شمتاء وكيف وطباصلها طبعاً سأخطتم إن شاء الله مشواري وأرجع إلى المحاضرات محاضرة الأطفال أنت قاعد دون عندي أنا أربعة مجلدات عندي كتاب في عصر الفضار على سفينة الصحراء الوطن العربي في 360 يوم وعندي كتاب عن الجمال هذا كتبت عن أسرار من واقع المعايشة كتبت السلوكيات اللي ما كتبوها الدكاتر وقرأت عن الجمال وفهمت عنها عايشته لازمني في كل لحظة يعني لهذا أحب الإبل وأحب الجمال وأحب الجمال جمال الطبيعة الجمال والجمال أحمد شرفتنا النهاردة وإحنا مبسوطين أن أنت كنت معاين وحكت لنا على رحلتك نتمنى لك التوفيق في الرحلة قية إن شاء الله وأكيد مش هتفشل إن شاء الله أنا أشكركم وأشكر ندخلوك بالجنبية كل من دعمني وساهمني طبعا مهرجان الرحالة في دبي المنعقد اللي أنت هذه الستة مهرجانات عربية يعني وأنا شاركت في الستة أيضا مركز حمدان بن محمد أيضا دولة الأمارات أنا طبعا ممنون لهم وأشكرهم وكل من ساهم وكل من قدم لكسرة خبز أو شربة ماء في غرب العرب أو في شركة وإن شاء الله يا رب أن نشوفكم في المرحلة القادمة وقد حققنا إنجاز عربي لعربي عربي لأنه إحنا بنمثل العرب في دارة العرب بحكم أنهم ينظروا إلى العرب من زوايا مختلفة فإحنا نريد أن نظهر الصورة الطيبة للإنسان العربي الرحلة اليمني أحمد الغاسي شكرا جزيلا لك يعطيك العافية الرحلة العربي وأنا أشكركم يعطيك العافية